اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المحامين منذ عام 2019 محكم قضاء معتمد حارس قضاء معتمد امين مجلس الامناء لمركز التحكيم التجاري لجمعية المحاسبين عام 2013 عضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية وامين سر الجمعية للعام النقابي 2016 نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية للعام النقابي 2017 رئيس لجنة تعديل القوانين الجزائية بجمعية المحامين الكويتية عام 2011 رئيس هيئة الدفاع عن المرحوم محمد غزاي الميموني بجمعية المحامين الكويتية عام 2011 ممثل جمعية المحامين الكويتية بالتوقيع على مذكرة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2019 رئيس فريق سند التطوعي التابع لجمعية المحامين الكويتية ورئيس حملة موناسينكم ابان جائحة كورونا 2020 شارك في العديد من الندوات والمناظرات الملتقيات المؤتمرات اللقاءات التلفزيونية والإذاعية وعبر منصات التواصل الاجتماعي له العديد من المقالات المنشورة في الصحف المحلية والإلكترونية حاصل على العديد من الدورات ومحاضر في العديد من الدورات التدريبية مهند طلال الساير مرشح الدائرة الثالثة يا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الدوائر الخمس برنامج انتخابات عشرين اثنين وعشرين وإحنا سعداء بالتواصل معاكم من خلال هذا البرنامج ما شاء الله خلاص بدينا بالعدد التنازلي اليوم تسعة وعشرين تسعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الاختيارات لمصلحة الوطن بإذن الله تعالى وأن يكون شعارنا حسن الاختيار وتصحيح المسار بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام راح يكون ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة أخوي العزيز النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة مهند طلال الساير مشاهدين الكرام باسم يوسمكم أرحب بضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة أخوي العزيز مهند حياك الله يبطلال وياهلا ومرحبا فيك وأنا سعيد وجودك وياك في حلقة هذه الليلة عسى الله يحفظك مساكم الله بالخير مسي عليك وعلى المتابعين الكرام ونتهزها الفرصة ونقول قرت عين أهل الكويت بعودة صاحب السمو وأمير البلاد نسأل الله إن شاء الله يعني له طولة العمر والصحة والعافية اللهم أمين وعسى الله يطولوا بعمره ويحفظه يعني بطلال أنت يعني يمكن المتابع لمسيرتك البرلمانية في المجلس السابق يعني أمانة وجدنا في مهند الساير الثبات الاتزان الصلابة القوة يعني في تعاملك مع يعني مجلس عشرين عشرين وكنت يعني أمانة رغم صعب في هذه الانتخابات مع أخوانك في مجموعة الخمسة نتمنى إن شاء الله يا رب العالمين أن نشوف يعني أمثالك وايد في مجلس الأمة بداية بطلال أنا يمكن تكلمت في البداية عن مجلس عشرين عشرين والأحداث والمواقف السياسية اللي مرت في هذا المجلس من أول يوم ومن حصى ما حصل في جلسة الافتتاح إلى خطاب الغيادة السياسية ومن ثم حل المجلس تقييمك لهذه التجربة وهل مهند الساير راضي عن أداءه وأداء زملاءه في هذا المجلس تحديدا أبو حمد بالبداية يعني مجلس عشرين عشرين أنا باعتقادي إنه كان مجلس استثنائي سنة ونص لو ترجع حق التاريخ السياسي أو المجالس من المجلس التأسيسي ما أعتقد كان في مجلس فيه كثر هالتحديات هذه ما كان في مجلس في يعني يمكن ما يقارب كل يوم مترك كان في تحدي كان في اختبار في أحداث طبعا كان صعب طبعا يعني لما تدخل أنت بروح تبي تشتغل وعندك هموم الناس تبتنقل قضاياهم تبتنقل تصورات أنت كنت حاطها قبل أن تدخل المجلس بتوقعك أن تلقى أرض خصبة أنك تشتغل فيها بحيث أن هذه أهم مؤسسة موجودة اليوم تجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ما لقينا هذه الأرض الخصبة خاصة أن كانت تصوراتنا تحديدا بحكومة صباح الخالد اللي شفناها في مجلس 2016 صباح الخالد لما مسك الحكومة في 2019 تقريبا كنا نشوف جزء من شخصيته القيادية كنا نشوف حتى تفاعل للنواب هذا الرجل ديش واحدة من الجلسات كان يصفقول للنواب فأعتقدنا أن هذا الشخص يا يبي يصلح البلد توقعنا أنه سيكون فيه تعاون سنلقى أرضية خصبة نقدر نشتغل فيها مع الأسف هذا كل ما شفناه من أول يوم يعني الأحداث كل الناس كانت تشوفها live يمكن أكثر كانت نسبة مشاهدة حق جلسة الافتتاح عطاك انعكاس من أول يوم في بداية المجلس وين رايحها الحكومة البعض يعني بطلال يمكن اتهمكم أنتو كنواب دعنا نقول كنتو معارضين لرئيس الحكومة أنتو من بدأتوا في التأزيم يعني ما بين وانتو اللي يعني نقول وهذا يعني وجهة النظر الأخرى تنقلك أنه والله ما كانت العلاقة من خلالكم علاقة تعاون بديتوا في التصادم مع رئيس الوزراء ردك على هذا الكلام بحمد أنا أسمع مثل هذا الكلام وهذا حق الناس اللي بتنتقد أو بتثني يمكن يعني أنا أنتهز برنامجك وأقول لنا أنا ترى حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ملاحظات الناس سواء كانت دعم أو طراء أو حتى انتقاد بعين الاعتبار ونشوفها فيه جزء من الناس كانت تقول هالكلام هذا محمد شون مطلوب من الناس وين كنا قدمنا كتاب عدم تعاون أو أعلننا مع أول استجواب اللي ما صعد صباح الخالد على أحداث الجلسة الافتتاحية وعلى قرارة في أن يكون ضد الأغلبية البرلمانية أي أن كانت يعني أنا اليوم لما أقول حق الحكومة أنت عندك مجموعة من النواب خمسين فيها أغلبية برلمانية لما اختارت الرئاسة ما اختارتها بناء على الأغلبية البرلمانية خلت عكس اتجاه الأغلبية البرلمانية ودفع ثمنها تقديم استقالته قبل الله يصعد المنصة يعني تعتقد بداية الشرارة هو موضوع الرئاسة طبعا رئاسة مجلس الأمم أكيد طبعا شوف بو أحمد نحن نمينا في قيمنا تجربة 2013 وتجربة 2016 هي اللي على أساسها احنا قلنا فيها عشرين عشرين نريد نغير النهج اللي موجود في الفترات السابقة هي مو مشكلة شخصية مع أحد احنا ما عندنا مشكلة شخصية لا مع رئيس المجلس ولا مع رئيس الحكومة أبدا احنا ما عندنا شئين يترى المجلس نبين نشيل فلان ولا نبينحط فلان ولا نبينحاسب فلان احنا داشين بروح العمل والدليل يعني إذا صار فيه فرصة بعد شوية حتى نعرف جزء كبير من الأشياء اللي احنا سويناها فلما تدخل بهذا النهج وتقول لنا بالنهج السابق اللي كان في المجالس السابقة كانت تستخدم منصب رئيس المجلس وتفاعله مع قضايا الناس واستخدامه حق الأدوات اللي هو منحه حق نفسه وفق اللائحة الداخلية اللي قدمت أنا تشرفت إنه مع الأخوة قدمني يمكن 39 مقترح في تعديل اللائحة الداخلية كل هالنهج هذا لما ييك رئيس الحكومة ويقول لك أنا أنتو الأغلبية البرلمان يبطقكم في عرض الحائط وأنا اللي بختار رئيس أنا اللي راح حط رئيس مجلس الأمة هذا رئيس سلطة التنفيذية اللي يفترض فيه إنه وشفنا يمكن خطاب سمو ولي العهد لما تكلم عن ابتعاد الحكومة في المشهد عدم تدخل الحكومة في موضوع الرئاسة أو حتى في عدل لجان هذا يعطيك مؤشر إنه تدخل الحكومة كان خيار بالنسبة للحكومة على أساس أخذه هذا القرار رئيس الوزراء الأخ صباح الخالد وحط اختار من يكون رئيس المجلس وقلنا الأرقام اللي موجودة عنده فهذا كان قرار بالنسبة لها دفع ثمنه هذا اللي خلونا يعني أعود حق كلمتك لما تقول إننا ما عطيناهم فرصة لا إنا عطيناهم بدال فرصة ثلاث قعدنا مع صباح الخالد والدليل إننا بعد شهر ونص من دخولنا للبرلمان قعدنا مع صباح الخالد الفكرة من جلوس مع صباح الخالد في 1 فبراير 2021 من باب التعاون نبي نوصل رسالة لكل شخص في جزء من المجتمع يقول لك ما عطيته فرصة إذا نجرب يمكن يبي يشتغل هذا الرجل قعدنا وياه في طاولة واحدة وهو اللي طلب أن يقابل مجموعة الستة عشر اللي صدرت بيان اللي قلنا قبل الله يصعد أو قبل الله يكلف منه الرئيس في هذاك الوقت وكانت تكون مطالب واضحة واضحة وهو أعلن عنها عن طريق وزير الدولة لشون مجلس المه الأخ مبارك الحريص نعم وصرح فيها في كونه وصرح فيها بعد اللقاء بأن هذه المطالب راح تكون موجودة في أول جلسة المجلس ما شفنا هذا الكلام نعم ومن ثم الحديث أيضا عن موضوع المزمع تقديمه في الاستجوابات وغيره وهذا يمكن اللي أدى إلى عملية يعني تقديمكم للاستجواب بو طلال طبعا يعني المزمع أنا يمكن أفردته أفردته جزء كبير من الاستجواب وأنا أعترى يعني أحد الأشخاص اللي أزعم عن نفسي على الأقل بأن المزمع هذا حل لمجلس وتعليق للدسور بطريقة مشروعة من وجهة نظرهم نعم من وجهة نظرهم نعم يبل مية أننا اليوم موجود المجلس لكن مجلس سوري أنا لما حصن رئيس الوزراء وأستخدم أداة موجودة اليوم تصويت على مسألة أننا حصنت الرئيس وأننا لا يقدر يستجوب الرئيس وحميتها من كل الاستجوابات المستقبلية اللي قد ينتقل حق وزراءة ذات الطلب فأنت اليوم تدخل المجلس وتقول أربع سنوات ما في ولا وزير ولا رئيس الوزراء مساءل راح يساءل هذا الشخص طلب 23 مليار دينار كويتي ميزانية ما يتحاسم لأنه محصن كل وزراء أصلا بعض الوزراء منهم الأخ حمد جابر العلي وزير الدفاع بعد ما تحصن رئيس الوزراء اعتقدوا أن الحكومة كلها تحصنت كانوا يسألون بعض الأخوة النوام عن قضية اليورو فايتر وبعض المعلومات اللي ما كانت موجودة كان يرد عليهم يقول لهم روح يسألون مساجين أنا أعتقد التحصين هذا بحد ذاته وهذا القرار ويمكن أنا ترى يعني استشهدت في بالاستجواب استشهدت أن كان نفس اليوم حتى في الجلسات هذه كانوا يستخدمون المضابط السابقة ويستشهدون فيها في بعض القرارات اللي كانوا يأخذونها وأنا هذا الكلام اللي كنت أقوله لهم أنا كنت أقول لهم أن في جلسة 33 أنت طلبت طلب بوجهة نظرنا غير دستوري ممتاز يحصن رئيس الوزراء أنت هذا الطلب ما سقط ولا انتهى ولا أسحبته ولا قالت الحكومة هذا الطلب غير دستوري لا موجود في المضبطة فممكن استخدامه مو شرط في مجلسنا ممكن استخدامه بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة زين اليوم نحن موجودين وقاعد نقول أن هذا وندافع عن حقوق الناس أنا شون يضمن إنما يوقت يستخدمون هذه الأدات ويخلون وأن لا يكون هناك تجاوز على الدستور طبعا يعني العملية كان عمليتكم هي في مسألة الحفاظ على الدستور وعدم التجاوز وإعطاء النائب وتمكين النائب من حقه في عملية الاستجواب وإداة الاستجواب لكن أنا سألتك بطلال هل أنت راضي عن أدائك وأداء زملائك ما في شك أن مسألة الرضا مسألة نسبية محمد نحن هذا شيء أنا نطير رأس فلان ولا أنا نشيل فلان ولا نحط فلان هذه بحداتها يمكن ما تكون رصيد حقيقي ينقذ البلد لكن نحن كنا نقول نحن دشينا بروح العمل وقدمنا مقترحات واشتغلنا بالمقابل شفنا البيئة السياسية ما كانت مناسبة نحن شفنا نحن شفنا نحن كانوا مسيطرين أو تحالف الرئيسين تحديدا كان سبب في تعطيل كل هذه المقترحات لو ترجع حق الجلسات رح تلقي احنا قدمنا بعض الطلبات لاستعجال بعض القوانين اللي موجودة يعني أنا قاعد أقول لك أنه مو بس اشتغلت أنت قدمت مقترحات ودافعت عنها في اللجان وحاولت لأن الأغلبية كانت عندهم وكانوا مسيطرين على مشهد اللجان فلأن ما كان عندنا قرارات داخل اللجان أن نحن نصاعد هذه المقترحات رحنا بالجلسة عشان بيين حق الناس شوفوا منه قاعد يعطل قوانينكم شوف منه اللي يبي حال البلد يكون بهذا السوء فصار فيه تدليس بأننا نقدم مقترحات أو قدمنا طلبات غير لائحية أنت اليوم لما تبتسحب مقترحات موجودة في الأدراج تغاريرها جاهزة شغلها جاهزة فيها مصوت عليها كمداولة أولى بالضبع فأنت قاعد تقول لازم تعجل في إقرار هالقوانين تتفاجأ بالوقت اللي أنت تنطر فيه قوانين تنقذ مؤسسات الدولة تلقى في جدوى الأعمال قانون تغيير مسمى الخادم شلون أنا أقبل على نفسي اليوم وأنا شايل لو أن أنا بدافع عن حقوق الناس وعن مكتسباتهم بغير الواقع السيء أترك القوانين المهمة بحجة أن أنا اليوم ما عندي أغلبية تتخذ قرار من الأغلبية موجودة لكن ما تقدر تأثر على القرار لأن اللائحة الداخلية تعطي صلاحيات حق رئيس المجلس أقوى من 49 نائب وأقوى من 15 وزير والدليل الذي حدث في مجلس 2016 صوتوا على قانون مداولتين نحط في الأدراج انتهى المجلس القانون لم يرى النور فنحن نقول طريقة استخدام السلطة بهذه الطريقة المفرطة تسبب نتائجها العكسية على تعطيل حقوق الناس وتعطيل قوانينهم لأن أنت اليوم لا تستطيع أن تنقذ مؤسسات الدولة إذا لم تكن لديك قوانين تستطيع أن تنقذ المؤسسات لو رجع فيك الزمن هل ستتخذ نفس المواقف التي اتخذتها في هذا المجلس بطلال الحمد لله فضل رب العالمين أني ما يعني ما تحسفت على أي موقف سياسي خذيت في هذا المجلس وإذا كنت تتكلم عن نسبة الرضا أنا أعتقد أن نسبة الرضا نحن ما راح نرضى إلا لما نشوف الكويت ترجع مثل ما كانت نعم هذه هني تقدر تسأني ونحن عايشين مرحلة تفاول طبعا إن شاء الله يا رب العالمين يكون في المجلس هناك الكثير من الموضوع استجواب اعتصام ومن ثم الحل كلمنا عن هذا المشهد بطلال شون وصلنا يعني أنت ذكرت لي يمكن الحقبات حتى وصلنا إلى المزمع ومن ثم تقديمكم للاستجواب مع رئيس الوزراء حتى وصل العدد إلى 26 ومن ثم الاعتصام ومن ثم حل مجلس الأمة كلمني عن هذا المشهد يعني هذه تخلى لها أحداث كثيرة لكن خلن تكلم عن بداية المشهد في استجواب صباح الخالد وانت كنت أحد المستجوبي نعم حتى أذكر الله يمسي بالخير أخي خالد العتيبي لما تواصل وياي على خطوة استجواب رئيس الوزراء وهذا لازم شهادة حكتين قال أنه لما تواصل وياي وقالي نبي نستجوب رئيس الوزراء أنا وياك وتواصلنا مع الأخ بو مهدي حسن جوهر ايه الدكتور حسن جوهر أخونا الكبير بحكم أن بو مهدي شهادتنا فيه مجروحة عند تاريخه السياسي وعند القدرة على أنه يكون مؤثر ويكون علامة فارقة في الاستجواب لأننا على قناعة بأن الفترة اللي فاتت إذا تكلمنا أن هذه الحكومة اللي سوت بأخطاء دستورية وتعمدت تعطيل حقوق الناس وعطيناها أكثر من فرصة فصار حل الوقت المناسب أننا لازم نحاسبه ولازم نغير المشهد بشكل عام وأي كانت نتائجها يعني إذا تسمح لي بوحمد قبل الله نتكلم عن الاستجواب لما موضوع المزمع ترحنا مو قلنا خلاص انتهى الموضوع ونبن عاقب الحكومة ونبن عاقب أخ صباح الخالد لأطيناهم فرصة نذكر في جلسة أربعة واحد عشرين اثنين وعشرين قدمت لهم طلب كيف هذا الطلب؟ قلت أنتم متب تفتحون صفحة يديدة متبون تقولون أن هذا المزمع سقط هذا المزمع ما سقط استقالت الحكومة لو لم تكن مستقيلة الحكومة فمعنات أن الطلب وفق جلسة ثلاثين ثلاثة ما زال موجود فأنا قدم في جلسة أربعة واحد هذا سلمت الطلب حق رئيس المجلس يتم تثبيت في مضبطة أربعة واحد بأن هذا الطلب غير دستوري والحكومة ذات الحكومة ذات رئيسها اللي قدم هذا الطلب يعلم ويصوت بأن هذا الطلب غير دستوري فبالتالي لو بعد عشرين خمسين سنة واحد راح مسك مضبطة ثلاثين ثلاثة نعم انت تطلع لمضبطة أربعة واحد وتقول له هذا الطلب غير دستوري وفق قرار المجلس مثل ما أنت كنت قاعد تستشهد وتقول أن القرارات أو المجلس سيد قرارات احنا نقول في أربعة واحد يكون هذا الطلب أنا قاعد أشوف طلبي يفتر على بعض النواب المحسوبين على الرئيسين يقولوا لا تقدم هالطلب ليش؟ يبون سلاح موجود عند الحكومة بيستخدمونا في أي وقت فأنا هني صار عندي إيمان كامل أن هذول الأشخاص قاعدين يشترون وقت ما همهم مصلحة البلد ما همهم أن يبون القوانين والدليل أننا جربناهم مرة ومرتين وثلاثة اللي بيشتغل ما يحتاج كل هالوقت بوحمد اللي بيشتغل يقدر يشتغل من أول يوم نعم نعم كلمنا عن دورك في الاستجواب في البداية عن دورك في الاستجواب حتى وصل إلى هل كنت متوقع بو طلال أنه والله سيصل إلى 26 يعني نائب يعلنون عدم التعاون مع رئيس الوزراء بوحمد أنا كنت متفائل وكنت حاط حق حتى الفريق اللي كان كان يشتغل ويانب الاستجواب كنت حاط لهم بلاس 28 كنت متوقع أن الرقم يوصل فوق 28 سبب هذا يعني التفاول مع أنه كانت الأمور صعبة في هذه الفترة صحيح فيها ابتزاج سياسي فيها شراء ولااءات وغيره صح 100% اللي ما يشوف أنه كان في تخلخل في المعارضة ومحاولة أن كسر اختراقها واختراقها وكسر الأرقام اللي موجودة في المعارضة لكن اللي ما أحد كان يشوفه دعم الناس وأصرارهم وهم اللي كانوا مؤثرين على قرار كثير من النواب في قرارات ثانية أنا أتكلم اليوم عندك 26 نائب نظن إن شاء الله فيهم ضن خير إحنا ترى لما أقدمنا على رئيس الوزراء وإحنا نعلم أنه جزء كبير من الشعب الكويتي اللي كانت موجودة عندنا بأن هذول الأشخاص ما يريد يشتغلون هذول الأشخاص جل اهتمامهم أن يفككون المعارضة جل اهتمامهم أنهم يشترون وقت هذا أعطانا انعكاس بأن الشارع قادر أن يرد في مركب الإصلاح المجموعة التي تكون على الأقل يعني حذفة نفسها نحن ترى لما أقدمنا على الاستجواب بوحمد وأنا ومتأكد إخواني الموجودين بالاستجواب أو حتى بالاستة وعشرين ترى كنا على إيمان كامل أن هذا الاستجواب رح يكون استجواب تاريخي لأن من أثنين وستين ما سقط رئيس الوزراء صحيح هذه لأول مرة سابقة تاريخية فهذه هذه الخطوة وسقوط رئيس الوزراء حتماً رح يؤدي إلى حل المجلس نعم ما كان فيه كلام ممكن ممكن يرجع مرة أخرى تقبل استقالته ويتم إعادة يعني تنصيبه كرئيس للوزراء وفق الدستور ما عندك مشكلة لكن كذلك وفق الدستور عندك الأحقية أن أنت تقدم فيه كتاب عدم تعاون قبل الله يصعد الاستجواب لأن هذا فقد الأهلية السياسية فقد مشروعيته داخل المجلس ما حد ينازع سمو الأمير في حقه في اختيار رئيس الوزراء حتى لو يحل المجلس ورد ذات الرئيس أنت عندك وفق الدستور مثل ما عند الأمير كامل الصلاحيات عندك الصلاحيات أن أنت ترفض التعاون مع هذا الشخص ويمكن يعني المزمع أنا ترى شرت في الاستجواب أن ترى تدخل في صلاحيات صاحب السمو وقلت حق الأخ صباح الخالد شلون قلت لأنت الدستور الكويتي يخلي سمو الأمير هو حكم بين السلطات بين السلطتين فلما يكون هذا الحكم أنت منعت وفق الدستور أن صلاحية النواب لما يستجوبون تكون الكفة أمامه واضحة عنده استجواب عنده مسائلة فيقيم أداء الحكومة هل هي مظلومة ولا هي ظلمة فيأخذ قرار في حل المجلس أو في حل الحكومة فأنت لما تمنع حق النائب في الاستجواب تجاوز تعدس فأنت تجاوز على الدستور تجاوز على صلاحية صاحب السمو فلما أقدمنا على هذه الخطوة كان عندنا إيمان كامل أنها كانت راح تكون سبب كبير في حل نعم صار تعطيل الجلسات بوطلال كان هناك تعطيل للجلسات لفترات ومن ثم اتخذت غرار الاعتصام كلمنا عن هذا القرار قرار الاعتصام تقصيد أكيد أبو حمد أننا وصلنا مرحلة من نقول أننا وصلنا مرحلة من هالحكومة بدت تجاوز على الدستور بكل الأدوات التي موجودة مهما حاولت أنها تقول في كل مناسبة أن الأخطاء التي حصلت في السابق ستجاوزها و ستعدلها يعني لما تشوفها في دور العقادة الأول وتدخل في دور العقادة الثانية بتصريحات من رئيس الوزراء ويقول رئيس الوزراء أننا ستعاون وما سندخل في اللجان و ستكون اللجان فنية وتشوف عكس هذا من بداية دور العقادة الثانية كانت واضحة المسألة بالنسبة لنا لما وصل الموضوع إلى الاستجواب وصار عندنا وفق الدستور حقيتنا في عزلها الرئيس اللي كان سبب فيه فساد مؤسسات الدولة فصار تصعيد عنصر مهم أنت اليوم استنفت كل أدواتك الدستورية أنا اليوم شنو عندي أكثر من أني أستجوب وأحصل على أغلبية بعدم التعاون ما عندي أكثر من هذا الشيء وفق أدواتي الدستورية ما عندي أكثر من هذا الشيء فإذا كانت حتى الأدوات هذه بيتجاوز عليها وبتنصل منها وقبل جلسة عدم التعاون يقدم استقالته لأنه يعلم علم اليقين أنه انتهى خلاص سياسيا انتهى وصل الرغم المطلوب قبل الجلسة فما صار عندنا أي شيء ثاني ولا تركب لنا أي خيار ثاني لن نذهب إلى الاعتصار تداعوا الإخوان باجتماع بيوم الاعتصام طبعا كان في تواصل قبل هذا لأننا لازم تكون لنا خطوات جدية وبحكم أننا كنا المستجوبين وإحنا الأولى في أننا يكون لنا الموقف الأول في أي حدث سياسي لأنه بنهاية أنت المستجوب أنت اللي صعدت المنصة أنت اللي يبت كتاب عدم التعاون أنت اللي حققت الرقم إخوانك اللي وثقوا فيك واقتنعوا في المحاور وفيه الاستجواب باعتقادي أنه صار واجب على الإخوان الستة وعشرين في هذاك الوقت أن يأخذون موقف سياسي كبير بدون تردد وإحنا بالاجتماع اجتماعنا كان الساعة ثمان الساعة تسعة نحن علننا الاعتصام وكان اعتصام جدي مفتوح بدون لا نتناقش حتى يعني أذكر في الاجتماع الأول قلنا ما رح نتناقش متى المدة اللي ممكن أن ينتهي فيها الاعتصام الاعتصام ينتهي بتحقيق المطالب الدستورية دامنا مطالبنا دستورية ما حد يقدر كان عندكم إيمان أن هذا الاعتصام كان بالإمكان أن يب نتيجة يعني كان عندكم شعور داخل أن هذا الاعتصام وهذه الخطوة اللي تخذتوها في الاعتصام في بيت الأمة أنه رح يأتي بنتيجة كنتوا تابونها بوحمد إحنا من أول الخطوة اللي كانت في استجواب رئيس الوزر إحنا كنا مؤمنين إننا قادرين أن نحقق المكتسباتنا الدستورية ولما دخلنا الاعتصام إحنا ندري إن سمو الأمير وسمو ولي العهد ما هم أعداء للشعب فإذا شافوا جدية الخطوات اللي قاعدنا أخذها أنا باعتقادي يعني من هذا كل وقت إنهم مستحيل يكونوا ضد الإرادة الشعبية والأمر وصل إلى طريق مسدود بالنهاية بين السوقتين انتهى أما كان واضح إن كل ما وصلنا إلى طريق مسدود كانوا يحاولون يلقون ثغرات علشان يمددون عمر المجلس اللي حصل في هذاك الوقت نسكرت كل الثغرات اللي بالنسبة لهم فكان بالنسبة لنا الموضوع جدا واضح نعم أن تحقيق مطالبنا الدستورية يا يا لا محالة توقيتها ما كان معلوم نعم بطلال يعني سمعتنا في خطاب لسمو الأمير سيلغى وانت كنت معتصم في ذاك اليوم شنو كان شعورك هل كنت يعني متوقع أن يكون هذا الخطاب بهذه الصورة التاريخية ولا يعني قلت ممكن الخطاب يدعو للتهديئة ولا غير شنون شفت الموضوع تحديدا أنت وزملائك الخطاب لما كنا ناطرين الخطاب وكنا متوقعين يعني هذه محاري الخطاب راح تكون في هذا الوقت لأن أنا على قناعة كان في هذا الوقت حتى أخواني المعتصمين أن السلطة المتمثلة في سموه الأمير وسموه العد مستحيل خلونا المشهد بهذه الصورة فالخطاب أنا كنت متأكد أنه راح يكون في مكتسبات دستورية لكن شهادة شهادة حق ما كنت متوقع بهذا الحجم وبهذه المكتسبات يعني كنا متوقعين حل المجلس أو حل الحكومة قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد فوق هذا يعني اللي حصل نحل المجلس واختاروا رئيس جديد وتكلموا عن مرحلة قادمة نعم اللي يتوجه وفيها حتى حتى الشعب الكويت إن اليوم عليه مسؤولية كبيرة فلما أنت تتكلم عن مكتسبات مستقبلية بالنسبة للرئاسة وبالنسبة لللجان وهذه كانت مشاكلنا من بداية المجلس والخطاب اللي ميز أبو طلال أيضا يعني يعني ركز على مكامن الخلل وين موجودة على الخلل اللي كان موجود ويعني يمكن صور المشهد بشكل كامل ووضح الأمور ووصل رسائل كثيرة إن كان للشعب أو حتى للسلطتين في المرحلة المقبلة بوحمد الفكرة كلاه مونا اليوم قاعد نقول إنه خطاب ولي العهد أكد على كلام إحنا نقوله السابق لأنها بالنهاية أنت تبقى مصلحة البلد ما يفرق شون ينقال وشون يصير صحيح ليفرق وياك على الأقل بينك وبين نفسك إن أنت كنت مؤمن بأن هذه التدخلات كان لها أثر سلبي في عمل السلطة التشريعية وكان لها انعكاس سيء على السلطة التنفيذية لأن عكست على على أداء الدولة فلما يكون خطاب بهذا الحجم ويأكد على هالمكتسبات ويأكد على هذه الأمور هو يعطيك خارطة طريق مستقبلية اللي كنا فقدينها طول الفترة اللي فاتت يعني حكومتنا اللي احنا كنا نتعامل معها احنا ترى ما نطلب أنها حكومة تكون ضعيفة بنهاية هذه حكومة دولة الكويت لا نقبل أنها تكون حكومة ضعيفة بالعكس احنا كنا نساعد رئيس الحكومة أنه هو يكون رجل قد هالمسؤولية هذه فلكن بدون رؤية رئيس الوزراء من 2019 ل2021 كان عنده ثلاث برامج عمل لم يحقق شيء منها شلون ثلاث برامج عمل في سنتين بوحمد انت لما يكون عندك خطة فتا تقول أنا عندي رؤية بعد عشر سنوات رح حقق لكم واحد اثنين ثلاث انت خلال سنتين قدمت ثلاث برامج عمل وين رؤيتك فيها وآخر برنامج عمل كان خالي من المتطلبات التشريعية انت لما يعني على سبيل المثال احنا قدمنا مشروع وقلنا عبارة عن 15 محور علشان تحقق هالمحاور هذه في متطلبات تشريعية احنا نقول فيها 100 قانون اذا قريت 100 قانون فانت راح تحقق النتيجة المرجوة في هالبرنامج هذا كان صفر اسألهم وقلهم شون برنامج عمل حكومة ما في متطلبات تشريعية نقول احنا تركينا حق اخوانكم النواب يختارون من هالقوانين اللي يبونها كلام من شائع مو همهم مقابل للتنفيذ وغيره يعني بطلال وبالنهاية يمكن احنا شفنا بعد ما تم تشكيل الحكومة الجديدة شفنا عملية التفاؤل والخطوات اللي موجودة اليوم في يعني تفاؤل كبير يعني وانا اعتقد الحكومة قامت في شغلات بسيطة لكن اعطت الناس يعني الامل في ان المرحلة المغبلة تكون مرحلة تفاؤل ان شاء الله راح نتكلموا اياك في الكثير من القضايا ايضا في الابتزاز السياسي هل تعرضتم لهذا الموضوع عمور كثيرة بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير وراجعين لكم رجعنا لكم مشاهدين الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة مع ضيفنا وضيفكم رشح الدائرة الثالثة مهند طلال الساير راحل فيك بطلال مرة اخرى واحنا سعداء بوجود كويان انا سألتك قبل الفاصل هل تعرضتم لابتزاز السياسي هل كان الابتزاز السياسي موجود في الاستجوابات اللي قدمت في الحالة بشكل كامل يعني انا اعتقد بطلال يمكن احد محاول الاستجواب اللي تصدل بالحديث يمكن شفنا حديث رئيس الوزراء وحتى حديث الدكتور عبيد بصفتها معارض استجوابكم رفضوا يعني اكثر من محور كلمنا اكثر عن اللي يدفعك بوضعية محور في الاستجواب بوحمد جزية الابتزاز السياسي اللي كانت استخدمها الحكومة كان في اكثر من حادثة صارت او موقف سياسي حق الحكومة مثل شنو مثل كان في استجواب وزير الدفاع على مسألة زيادة رأس مال بنق الاعتمان بوحمد في 2019 بنق الاعتمان طلب زيادة رأس مال يبي يمول المواطنين اللي عندهم طلب اسكاني عشان يقدر يبني من 2019 متجاهل الحكومة تقول ما عندي فلوس علشان استجواب وزير الدفاع كان عندها القدرة انها تتمول كانت ب250 مليون عطتهم قريب السبعمية وحتى أنا كانت لي كلمة في الجلسة وكانت لي كنت معصب بوطلال ليش كنت معصب بوحمد قبل لا اقول لك ليش كنت معصب انا كنت اقول انا كنت اقول حق الاخوة في النواب ما كنت قاعد اوجه لهم هم الكلام لان كان مسؤول انه ويمول بنق الاعتمان هي الحكومة صحيح هي الحكومة اللي كانت تستخدم ملفات الناس وحقوقهم ومكتسباتهم لبتزع السياسية لمواقف سياسية بوحمد هذي كان مزعج بوحمد انا اتشرفت ان انا يعني ممكن هذا خامس لقاء او سادس لقاء وياك ما اعتقد ان في يوم الايام شفتني ان انا اطلع عن المألوص او اتكلم بعصبية لكن اللي صعد الاستجواب مو مهند ساير اللي صعد الاستجواب في هذاك اليوم حطيت نفسي مكان اصغر مواطن واضعف مواطن شاف مكتسباته وهي تسرة شاف حقوقه شون قاعد تجاوزون عليها بوحمد فكنت لسان كنت اقول عن حق نفسي ان انا لسان هذا الشخص اللي بيصعد بياخذ حقه من الشخص الاول والمسؤول الاول عن موانسلات الدولة واللي سبب بسببه بسبب قراراته بسبب يعني خوفه ويبي استمراريته سبب تراجع البلد فكنت اقول وهذه واضحة بالنسبة ليش من 2019 انت ما تبي تزيد رأس مال بنجليتي ليش ما تبي وعندك مشكلة اسكانية وانت عارف هذه المشكلة اليوم الشباب يعاني منها الشعب الكويتي طبعا اي انت عندك فليش ما تكون يعني الارادة الحكومية في تخليص هذا الموضوع ليش يكون في ابتزاز سياسي بالضبط انت ليش سمحت علشان ارقبة ولد عمك تنقذها صار اغلى من الشعب الكويتي هذا كان بالنسبة لي شيء مزعج لما اشوف ان هذا الشخص هو سبب في تعطل مؤسساتنا هو سبب في التجاوز على الدستور شنو تتوقع بطلع وابتسم في ويها لا لا ارى ولو ينعاد فيني الزمن سيكون بذات الشراسة وبذات الصورة لازم يعرفون يعني احنا قاعد نرسم خارطة طريق للمستقبل بوحمد لما تي وتشتغل لا تتوقع انا اليوم لما اقدم 86 مقترح كنت قاعد اكتبهم بيوم وليلة وانكنت انا شخص قانوني لكن انا وياي فريق كامل من اخواني وخواتي قاعد يشتغلون ليل ونهار عشان يقدرون يقدمون مثل هذه المقترحات شنو فايدة المقترحات وهم يقطونها بالادراج ولا يعني لا يابونك تشتغل ولا يابون يشتغلون فكان بالنسبة لنا بوحمد الموضوع موضوع تحول من اليوم شخصياتنا الطبيعية لشخصياتنا السياسية اللي تحاسب كل شخص الشخصيات الحادة اللي تحاسب في هذا الموضوع بطلع دعنا نتكلم عن يعني موضوع الاشتراطات الصحية والمعاناة والقيود اللي فرضتها كورونا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعني تضرروا وحدثنا عن هذا الموضوع تحديدا محمد كورونا بلشت قبل لا ندخلها المجلس وشفنا بعض القرارات اللي نوخذت فيها ذاك الوقت وأنا كنت أقول حق الأخ وزير الصحة والأخ رئيس الوزراء وكنت ما أكلمهم بصفة مباشرة كنت أتكلم بشكل عام أن هذا حدث تاريخي اليوم يمر بالعالم كله فمن المقبول أن يكون عندك أخطاء في بداية أول سنة حالك حال كل دول العالم لكنك لا تتعلم من أخطائك هنا كانت المشكلة يعني تحولت من أزمة صحية إلى أزمة اقتصادية أزمة اجتماعية قاعدين يأخذون من أموال الدولة ومناقصاتها بدون رقابة بحجة كورونا صار في ضرر مباشر على أخواننا في القطاع الخاص أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة دولة ما عندها رؤية أنت تتكلم اليوم عن مدخول جديد قاعد تقلل من ميزانية الدولة تريد تزيد إرادات الدولة وقاعد تحارب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة اللي هما بالمستقبل رح يكونوا الاقتصاد الحقيقي حق الدولة لما تسوي مثل هالتصرفات أنت تحولت من شخص خايف على البلد صحيا إلا أنت مستفيد استفادة كاملة من القرارات الصحية قدمت توصيات أنت اللي يرفع هذه صحيح ايه يكلم عن هذا بالنسبة لنا ترى كان موضوع التطعيم أنا ترى أنا مع التطعيم وأنا مطعم والدتي الله يحفظها مطعمة فأسرتي الصغيرة ما عندنا مشكلة ويكان التطعيم لكن أنا مؤمن بأن حقوق الناس ما يحتاج أن أنت اليوم علشان تكون مؤمن بقضيتهم لازم أنت تكونوا إياهم بذات المركب فبناء على هالموضوع لما شفنا أن الناس هذولي وقناعاتهم لا بد أن تحترم ما يبيطعهم ليش تحرمه من أنه يسافر ليش تحرمه من أنه يفتح يشتغل ليش تحرمه من أنه يمارس هواياته ما كان الموضوع حتى يعني طبيعي حتى أذكر أنا كنت في الجلسة قاعد أتكلم أن اليوم شون نظمة الصحة العالمية وشون الشركات الكبيرة قامت تستغل مع الأسف القرارات السياسية وهذا كنت أقول أنا حق عقب ما وصلنا ولما أعلننا لن نستجوب وزير الصحة لأن وفق قانون قانون الأمراض السارية تتحول صلاحيات مجلس الوزراء إلى وزير الصحة فكنت أقول أنت اليوم مو وزير صحة أنت اليوم مو مطلوب منك بس قرار طبي صحيح أنت مطلوب منك قرار اقتصادي اجتماعي تسير حال البلد بشكل كامل 100% لا تيود تقول طبيا أنا بسوي شيء وفق منظمة قد تكون هي موجهة من دول قد تكون موجهة من شركات كبراء قد تكون فراراتها خاطئة من اللي قاعد يدفع الثمن من اللي قاعد يعوضهم لا قبلوا أنهم يعوضونهم لا قبلوا أنهم يفتحونهم لا قبلوا أنهم يتعاملون معهم بأبسط حقوق الناس هذه اللي ما يريد يطعهم كان له حق يعني أذكر حتى في الجلسة كنت أقول بعض الدول تقبل ناس منطعمين ليش أنت ما تبيههم وروحوا وين مشكلتك وياهم هو كان الحديث عن الخوف من الجائحة وانتشار المرض فلازم أن القيود انتهى الموضوع وحمد أن تكون موجودة كان في مضالقة في التعاطي البلدان كلها ترى يعني بريطانيا وكثير من الدول ترى مو أحرص منك على شعبها ترى يعني مع الأسف يعني نحن كانت القرارات ما كانت مدروسة سوون كوبي بس حق منظمات العالمية زين في جزء منها أصلا مبالغ فيه هو يعطيك 100 قرار أنت تأخذ منه 40 50 60 رابعنا كانوا يروحون يأخذون المية قرارات نعم من غراراتنا كانت مبالغ فيها بشكل كبير يعني في موضوع الجائحة خلنا نتكلم عن استجواب وزير الدفاع ووزير الخارجية والأشغال يعني وموقفكم ككتلة خمسة في مسألة طرح الثقة في هؤلاء الوزراء استجواب وزير الدفاع ووزير الخارجية يخل استجواب وزير الأشغال يعني أنا كنت أحد المتحدثين في استجواب وزير الأشغال صعد مع أخوي عبدالله المظف نعم كنت أنا متحدث مؤيد للاستجواب وهذا يعني يربط مع حق أكثر من موضوع لكن كنا نقيم الاستجوابات على أساس مادة الاستجواب نحن ما كنا ننظر من المستجوب أو المستجوب كنا نقيم فما كان من المقبول إذا كان في عشر نقاط بالاستجواب نقطة واحدة ما أعجبتك بالمستجوب فمعنات أننا أهمل التسع نقاط اللي كانت موجودة يعني احنا كنا نقوله كان أخوي بدر دكتور بدر المل أبو حامد طلع وفند تقريبا في 23 دقيقة النقاط الرئيسية اللي كانت موجودة في استجواب وزير الدفاع اللي مارد عليها الوزير واللي دلس بالاستجواب الناس تركت الاستجواب ومادت الاستجواب ونظرت حق المستجوب نعم أو المستجوب صحيح لا احنا ما يعنينا منه هالشخصية الحشيمة لكن البلد ما تنظر هذا فلان ولا هذا فلان اللي يرأس هالمؤسسة البلد تشوف عطاءه تشوف قراراته شنو قعين عكس عليها وزارة الدفاع اليوم كانت عرضة لسرقة أموال الدولة صحيح عن طريق وزارة الدفاع عن طريق صفقة الكركال عن طريق اليورفايتر عن طريق صندوق الجيش هذه كلها كانت بوابات يوزعون فيها أموال البلد بغير بغير القانون لرسم طريقة القانون فهذا كانت كنا نقعد ونناقش لكن في استجواب وزير الخارجية أنا استعدنت إخواني كانوا في الكتلة أن أنا راح أحط لأنه ما كان العدد متوفر العشرة كان الدكتور عبد الكريم الكندري مسي عليه بالخير ويذكر أخوي ثامر سويت هم مسي عليه بالخير كانوا في حاشتهم كورونا فما كانوا موجودين فكان هذا بالنسبة حق الحكومة وربع الحكومة بالنسبة لهم هذا الكريدت إنه ما في عشرة أنا ما شد في حياتي وزير ضعيف وزير خارجية ضعيف بهذا الشكل كنت أقول الحق إخواني النواب وإحنا كنا نسمع الاستجواب كنت أقول إن إذا كان هذا الشخص مقادر الرد على أسئلة بسيطة وردت في تقرير ديوان المحاسبه والمسؤول أن يرد عنها شون لم يوقف في المنصات الدولية وفي المؤتمرات الصحفية لم يسألوا له أسئلة مباشرة مباشرة واسئلة وطبعا بعدين كانت تذكر اللي حصل على موضوع حقل الدرة وغيرها من الأمور ترتبة ترعقو بالاستجواب فكنت أشوف أن هذا الشخص بهذا الضعف يطلع كان واجب علي أن يكون اسمي وتشرفت أنه كان اسمي واحد من العشرة اللي موجودين استجواب وإزهر الأشغال كان شوية مختلف لأن كنا وإلا اختلاف لأن كنا استجواب إحنا مشينا فيه خطوة خطوة يعني أنا يمكن كنت قريب من أخوي بوجاسم عبدالله المظف بالأسئلة اللي كانت تندز حق الوزراء المعنيين كنا في ندوة مشتركة تكلمنا عن الوزير اللي راح يكون مسؤول الوزير المستقبلي اللي راح يكون مسؤول عن الحيازات الزراعية فكان بالنسبة لنا هذا استجواب أنا صعدت المنصة وتكلم فيه وجهت الكلام حق رئيس الوزراء ترى رئيس الوزراء لما كان قاعد حطيت للفيديو ما يقول كان رئيس الوزراء كان يتكلم يقول يا الصحافة ويتكلم ويقول أنا راجعت البلاغات المقدمة من الأخوة الوزراء فاكتشفت أنها 70% منها تحفظ بالنيابة العامة لأنه في قصور بالبلاغ فأنا وكلفت وزير العدل هو يقول صباح الخالد كلفت وزير العدل أنه يسوي تشيك لست حملك يقول هذا رئيس الوزراء تشيك لست يؤكد إدانة تحويل أبط يقول أنا سويت تشيك لست تتوزع على الوزراء بأن البلاغات تروح بهذه الطريقة فعرضت عليه البلاغ اللي طلع من الأخ علي الموسى حق النيابة العامة قلت له تنطبغ عليه تشيك لست يلتفت على علي الموسى يسوي لأوبكي لماذا ما يحسون هذولي ما يحسون هذي أموالهم ما يحسون علي رقابة هما ما يصعدون الاستجوابات اللي عندهم ثقة إن الأغلبية معاهم خلاص مدام نظام الأغلبية عملية المحاسبة فما يفرق ويا يصعد يقول أوكي أموال دولة تسرق وتضيع وتحفظ بالنيابة العامة بسبب مثل هالبلاغات فهذه كانت بالنسبة لنا شون آلية التعامل مع الاستجوابات وحتى مواقفنا السياسية نقعد ونتناقش فيها ونأخذ قرار جماعي ويمكن هذه ترى ما أذكر مرة في تاريخ الكويت السياسي كتلة تشكلت بعد الوصول فضل رب العالمين الاتفاق على القرارات والمواقف السياسية كانت مئة بالمئة الحمد لله ما اختلفنا بمونا موقف سياسي هذا يعني حتى حتى نايم هل كان التصويت بالأغلبية فيما بينكم ولا شلو لا كان نقاش كان نقاش أبدا عمرنا ما صوتنا على موضوع في حال نجاحك بطلال هل راح تكمل في هذه الكتلة إن شاء الله إذا أنتم الزملاء إذا حالفكم النجاح طبعا أتشرف لأننا نكون جزء من هذه الكتلة وصراحة يلهم ميزة تعرفين بطلال عزستوا العمل الجماعي أمانة يعني اليوم الحديث أن النائب عضو واحد شي يقدر يسوي أنتم من خلال عملكم ككتلة كانت في البداية ستة ومن ثم أصبحت خمسة عزستوا موضوع العمل الجماعي داخل البرلمان صح أو لا أكيد طبعا نحن أصلا متبنين بحمد فكرة القوائم النسبية فإذا ما ترجمناها على نفسنا في أرض الواقع ما راح تكون مقبولة بالنسبة للناس راح يكون حبر على ورق فإحنا كنا نقول أننا مؤمنين بالعمل الجماعي وأن العمل الجماعي هو اللي يحقق النتيجة المرجوة أو على الأقل المكتسبات الدستورية تتحقق كثر ما كانت الكتلة صلبة كثر ما مو بعددها كثر ما كانت الكتلة صلبة وكثر ما كانت الكتلة مؤمنة بمواقفها تتحقق النتيجة والحمد لله يمكننا شفنا أن دور العقادة الثاني كان برعاية الكتلة لما تتكلم أنت اليوم ونحن نتقاطع مع بعض في الانتخابات أنا أتشرف أخواني الكبار أتشرف يعني أنتم هلها المضف في الثالثة وحسن عبدالله بعيد عن موضوع التنافس الانتخاب طبعا هذا نحن نقوله وفق الصوت الواحد اليوم نحن نازلين مع بعض ونشتغل مع بعض ونتشرف أن نكون مع بعض فما بالك لما يكون في عمل جماعي مؤسسي مرتب وفق القانون ستكون نتيجة أضعاف أضعاف اللي ممكن نحقق نحن خمسة بعمل وفق النظام الفردي بس والله تجربة ممتازة من خلال كتلتكم الله يوفقكم إن شاء الله الآن نحن في مرحلة جديدة رئيس وزراء جديد وقد يكون متوقع أن يكون رئيس الوزراء الغادم الشيخ أحمد النواف هل طلال هل مهند طلال الساير متفائل خلال المرحلة المقبلة أبو طلال أحمد نحن متفائلين في عز الأزمات اللي مرت فأنا بالك اليوم لما الناس تستبشر خير ونقول الحمد لله أن نحن زحنا رئيس الوزراء وزحنا هذا المجلس وزحنا رئيسه واليوم شفنا نتائج بوجود رئيس يعني على الأقل عنده نفس إصلاحي لكن نحن نقول ما نبيني تكرر المشاهد سابقة يعني نحن في كل مرة نقول أن بداية كل رئيس جيدة وفيها خطوات إصلاحية رئيس الوزراء ناصر المحمد كان في بداياته زين الشيخ جابر المبارك الأخ الشيخ صباح الخالد واليوم أحمد النواف لكن نظن إن شاء الله أن الشيخ أحمد النواف تعلم من تجربة صباح الخالد الأخ صباح الخالد رئيس الوزراء السابق يمكن هذا الكريدت السياسي الحقيقي أن اليوم ما عاد فيه رئيس وزراء يقول أنا لا أمس ما عاد فيه واحد يقول منه 62 ما فيه رئيس وزراء اليوم اليوم عنده تجربة حقيقية ولد عمه قاعد في البيت ما هو المطلوب منه أنا يعيك بحمد إذا تسمح لي إحنا ميايين قولنا من قدم إحنا قدمنا إحنا في المجلس السابق تشرفت أنا وإخواني في الكتلة قدمنا برنامج اسمه استقامة واستدامة وفي مؤتمر سويناه بالصيف في الوقت اللي كانت الناس مسافرة كان الوزراء مسافرين كانوا النواب مسافرين كنت تشتغلون كنا 250 شاب وشابة كنا نستحي والله لما يينا دكتور من الجامعة ويونا ناس متخصصين وجمعياتنا في عام ووجه لهم التحية ونشكرهم على دورهم الوطني كانوا يهدون شغلهم ويقعدون لساعة 8 في المجلس عشان يقدرون يقدمون مثل هذا البرنامج يمكن مو دور النواب يقدمون برنامج عمل حكومة لكن إحنا شفنا الحكومة ما قاعد تشتغل هل معنات أننا نتركها؟ لا إحنا قمنا بدور كان يفترض بالحكومة أنها تكون فيها قدمنا 15 محور اسكان وتركيبة سكانية وتعليم وصحة كأولويات نقل البلد من بلد من كويت السوق لكويت الأفضل ودرة الخليج فإحنا نقول علشان نقدر نحقق هال 15 محور إحنا حطينا متطلبات تشريعية قاعد نقول لنا فيه ما يقارب 100 متطلب علشان نحقق هال 15 محور هذا تسلمنا وصل للأمير ووصل لولي العهد ووصل لرئيس الوزارة السابق ووصل لرئيس الوزارة الحالي فإحنا نقول لنا في مشروع قدم مو بس الخمسة أنا تشرفت أن أخواني المعتصمين شرفوني في مكتبي في آخر اجتماع لنا ووافقوا وادعموا هالبرنامج وهذه خطوة ترى يعني منهم أن يتبنون برنامج من أخوانهم النواب وهم ممشاركين فيه هذا دليل أنهما ناس ما قاعد تتجدم مصلحتهم الشخصية فنقول أن هذا المشروع اليوم هو لبن حق المرحلة القادمة موجود المشروع وين الحين المشروع عندكم موجود ومتسلم لهم وعلننا عنه ممكن تقدمونا لرئيس الوزراء شيخ عحمد النواب تقدم تقدم وانتهى ونحن نقول إذا هذا المشروع تشوف الحكومة أنه مناسب للمرحلة القادمة ترى إحنا مناسب أقولها صغيرة إذا ما قذيتم مشروعنا بنزعل وما رح نشغل وياك ما هو غران عندك شيء إذا عندك شيء متكامل أفضل منه قدمه وهذا الصح لأنه أنت اليوم الحكومة عندها هي داتة وعندها مؤسسات الدولة وهي اللي تقدر وجهة نظرنا في حل القضية الإسكانية هذه وجهة نظرنا في اليوم زيادة مدخول ميزانية الدولة وهذه المشكلة الاقتصادية اللي قاعد تواجهنا هذا قدمنا لهم فإحنا نقول لهم اليوم بين يدينكم مشروع جاهز للتنفيذ يمكن عندكم شيء أفضل ما عندنا باس تبتأخذوني المشروع رح نعاونكم لكن هذا المظلة اللي رح يكون في بداية المجلس القادم وهذا الرسالة اللي احنا نقولها حق الأخ الرئيس الوزراء بأن أنت اليوم مطلوب منك تحط رؤيتك تحط المظلة الكبيرة اللي يدخل تحت تحتها أفكار مهند وأفكار أحمد وأفكار خالد وأفكار يوسف تدخل تحت المظلة الكبيرة مظلة مشروع دولة حقيقي هذا تأكد احنا ما رح نقول لهم ان احنا رح نكون وراكم فيه يقدم في برنامج عمل هذا برنامج عمل الحكومة ما في حكومة بتشتغل ما عندها و لازم تيب وزراء قادرين على تنفيذ هذا البرنامج اتفق وياك نعم اذا ما كان فيه عندك وزراء فنيين قادرين على تنفيذ مثل هذه البرامج ورديت حق المحاصصة وحق الترضيات السياسية محمد طلال لا طبنا ولا غاد الشر رح نرجع للمربع الأول وهذه مشكلة لا احنا نبيها ولا غير نبيها ولا من صالح البلد نعم يعني ابو طلال ايضا انتو يعني هذا من كلامك ايضا مثل ما قدمتوا شيخ احمد النواه هل انت متفائل في المرحلة المقبلة طبعا في مجلس 20-22 طبعا متفائل ومتفائل يعني بسقف جيد لكن بحذر تفائل مقرون بعمل اليوم انتقلنا من مرحلة انتهاء من اشخاص كانوا مؤزمين وكانوا ما يبون هالاوراق تتحول الى حقيقة و الى واقع اليوم امتهوا نعم احنا يعيين بمرحلة جديدة مرحلة عمل نعم اللي بيشتغل نحط ايدنا وياه اللي بيشتغل بحمد ما اعتقد انه هو يعني يصلح انه يكون في المرحلة وارحة بطراء اذا بقول لك فيه ثلاث رسائل رسالة لرئيس الوزراء رسالة لأعضاء مجلس الامة الغادم رسالة الى ناخبين انتخابات 20-22 شو تقول لي في هذه الرسائل طبعا الاخ احمد النواف انا مثل ما قلت حق الرئيس الوزراء سابق قاعد اقول لا تشتري رضا بعض الاشخاص وبعض التجار وتبيع الشعب الكويتي ترى الشعب الكويتي وهو رصيدك الحقيقي نعم فاليوم انت لازم تتعظ من المرحلة الفاتتة وان شاء الله انها ما هي تهديد كثير ما اهي مرحلة القادمة محتاجة التكاتف فنقول لك انت بحاجة شراء الناس شو انت بتشتري الناس تعمل لهم تحقق الاستغرار السياسي القادم تحقق المصلحة المرجوة كل دول العالم تطورت ان كل المقاومات موجودة نعم الشيخ احمد النواف اليوم يمتلك غطاء شعبي وهذا يعتقد ميزة يمكن ما امتلك كثير من رئيس الوزراء فاليوم يجب ان يستثمر هذا الام نعم للنواب طبعا اخوان النواب اللي اشكرهم وخاصة النواب اللي كانوا معانا في المجلس السابق في كل المواقف السياسية كلنا بوحمد لما قدمنا على مثل هذه القرارات كنا نقدر نشتري عمر المجلس ونكمل في كراسينا لكن احنا رفضنا ان نكون جزء من اللعبة موجودة الغرض منها وجود اشباه نواب ضحينا بالكرسي وعدنا مرة ثانية لانتخابات وللصناديق مرة ثانية ولاجواء الانتخابات كل هذا كان دافعنا الوحيد هو ان احنا نبين المكتسبات الدستورية نبين مصالح الناس ما اخترنا مصالحنا الشخصية اشكرهم وحييهم وقول للناس يعني برسالة اخيرة ان اليوم الكويت بمفترق طرق ما نمن على الناس في مواقفنا لكن نقول للناس اختياركم هو اللي يحدد المصير القادم مكافأتكم لاخوانكم النواب اللي كانوا صلبين ترى سهل انك تكون مع الحكومة وسهل انك تكون في جيب الحكومة تمفتح لك كل الابواب تمفتح لك كل المناقصات تمفتح لك كل شيء كان مسكر لكن انت اخترت انك تكون اليوم رجل دولة يدافع عن مكتسبات الناس وحقوقها انا متأكد ان الناس ما تاخذ اللي يوقفوا اياها انا متأكد ان الناس اليوم حست بالمسؤولية واستشعرت ان انا محد شار الكرسي شارينا الكويت بعنا كراسينة وشارينا الكويت بوحمد المرحلة القادمة مرحلة صعبة على الكل اليوم عندنا فرصة تاريخية نفط مرتفع ارض خصبة للعمل ما ندري بعد خمس سنين شنو بصير ما ندري بعد عشر سنين شون نقدر نموّل ميزانية الدولة شون نوظف عيالنا قدمنا حلول اتمنى كل المشاريع اللي تقدمت في المجلس السابق تتحول من مشاريع ورقية داخل أدراج المجلس سواء مجلس الأمة ومجلس الوزراء الى مشاريع حقيقية على أرض الواقع تنقل واقعنا السيئة الى واقع زين بإذن الله تعالى وانتمنى ان شاء الله متفائلين في المرحلة المقبلة بوطلال انتمنى لك التوفير ان شاء الله في هذه الانتخابات ألف شكري بوطلال شكر لك الله يعطيك العافية إذن مشاهدين الكرام لابد أن نشكر ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة مرشح الدائرة الثالثة مهنة طلال الساير راح يكون وياننا في الحلقة اللي بعد الفاصل راح يكون مرشح الدائرة الخامسة أخوي العزيز خالد اسريع الهاجري بعد هذا الفاصل